لا أريد حديثا في غير شأن العراق فلا يشغلني شاغل غيره ولهذا جمعتكم هنا فإن العراق قد كذر ماءه وكثل غوغاءه وعظم خطبه وعسر إخماد نيرانه فهل من ممهد للعراق بسيف قاطع وعقل جامع وقلب ذكي فيخمد نيرانه وينتصل لمظلومه فتصف البلاد وتأمن العباد من؟ يا أمير المؤمنين أنا للعراق أنزل يدك يا حجاج ما لأرى الرؤوس مطرقة والألسن معدق له يا مولاي إني للعراق وإني قاهر الفصاق ومطفئ نار النفاق لا أراك لها يا حجاج بل إني قاسم الظلمة ومعتن الحكمة وعافة الكفر والتوبة لست لهذا يا حجاج فأنزل يدك من للعراق؟ أنا للعراق أردتك آخر المتكلمين يا حجاج وسألت ثلاثاً فما نطق أحد بالتلبية غيرك؟ أظنك صاحبها ولكل شيء آية وعلامة فما آياتك وعلامتك في هذا؟ العقوبة والعفو والاقتدار والبسط والإدناء والإبعاد والجفاء والبر والوفاء والتأهب والحزم والحيطة والعزم وخوط غمرات الحروب ومن نازعني قطعته ومن خالفني قسمته ومن جادلني نزعته ومن دنى مني أكرمته ومن طلب الأمان أعطيته ومن سعى للطاعة أجلته هذه آيتي وعلامتي وما عليك يا أمير المؤمنين إلا أن تبلوني فإن كنت للأعناق قطاعاً وللأرواح نزاعاً وللأموال جماعاً ولكنفاعاً وإلا فليستبدل بي أمير المؤمنين غيري فالناس كذعر ولكن من يقوم في هذا الأمر خليل أنت لها يا حجاج فما الذي تحتاج إليه؟ قليل من الجند والمال اسمع يا وليد هيوا له ما يحتاجه من الجند والمال